مساء الخير الجهاد سر أبيه وفوق ضريحه ويسكن فسيح ترابه جهاد والبقية تأتي لأن ما تبقى من الاسم هو عماد مغني الرجل الذي ظل يؤرق عدوه من تحت الأرض كما كان فوقها ومعا حين تبددكما أجنحة الموت البيضاء الأب والابن يجمعهما ضريح واحد لتأخذ روضة الشهدين اسمهما عن سابق جهاد وعماد ستة شهداء يوارون في الثرى اليوم وغدا فيما نعت إيران شهيدا سابعا اللواء محمد علي الله دادي وأبرقت إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معزية ومتوعدة برد قاس من حزب الله على غارة القنيطرة لكن الحزب ما زال في مراسم العزاء لم يوقت الرد لا في الزمان ولا في المكان المناسبين وهي العبارة التي لم تعد لها سوقها حتى داخل مجتمع حزب الله وكل الأسئلة اليوم تتجه نحو الرد وأول من يطرحها هم الإسرائيليون أنفسهم الذين حللوا حتى الدوار وتوقعوا أفعالا وردودا من الحزب حتمية وغير فورية لكنها لن تصل إلى الحرب حزب الله لم يعطي العدو ما يريحه من أجوبة في انتظار استكمال مراسم التشيع التي تتجه غدا إلى الجنوب في مهرجان مركزي في أثناء تشيع الشهيد محمد عيسى أو أبو عيسى الإقليم القائد الذي اتخذ اسمه من مسيرته الموسعة في أقليم التفاح وما خل المراسم والإجراءات الميدانية المتعلقة بها فإن كل تحليل عن رد لحزب الله ومستوياته وجغرافيته هو في علم السيد وقيادة أركانه التي تملك وحدها حصرية المعلومة وقرارها لكن سياسيين لبنانيين استبقوا فحوى القرار وذهبوا إلى التحذير من طورية لبنان وإغراقه في المغامرات والردود غير المحسوبة ولاموا حزب الله وهو في حزنه واتخذوا الحيطة والحذر واستدعوا الويل وأفلة الخيل قبل أن يقول الحزب ما هو فاعل غدا بأي طريقة وأين فانتظروا مرور مواكب الشهداء وليس مطلوبا من أحد التحاف الملاجئ سياسيا من الآن فالشهداء الذي سقطوا على درب مزرعة الأمل في القنيطرة اغتلتهم إسرائيل وهذا السبب وحده كاف للتوافق بأن للبنان عدوا أول لم تلغه التنظيمات الإرهابية التي التحقت بمركبه وأصبحت تعمل نصرة له ترجمة نانسي قنقر